بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء الثامن والعشرين من سلسلة أفلا تذكرون نتذكر معكم اليوم استكمالا لما بدأناه في اللقاء السابق الجهاد الكبير هل هناك الجهاد كبير بالفعل؟ ما هو أكبر أنواع الجهاد الذي ذكره القرآن؟ قلنا أيها الأحبة هناك آية واحدة في القرآن ذكرت الجهاد الكبير كل آيات الجهاد تذكر الجهاد من دون صفة ثانية إلا هذه الآية قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا المفسرون قالوا جاهدهم به أي بالقرآن والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلمين من بعده الذي لفت انتباهنا أن هذه الآية وضعت بين آيات الإعجاز العلمي في سورة الفرقان ونزلت في مكة وليس في المدينة ماذا يعني نزول آية تتحدث عن الجهاد في مكة حيث لم يفرض القتال بعد القتال فرض على المسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة وكانت أول معركة هي معركة بدر طيب ماذا يعني أن نجد آية تفرض على المسلمين جهادا كبيرا وهم في مرحلة ضعف ويضعها الله تعالى في وسط آيات الإعجاز العلمي آيات تتحدث عن الكون عن الفلك عن السراج سراجا وقمرا منيرة صفة الإنارة الموجودة في القمر لم تكتشف إلا حديثا موجودة في تربة القمر لم يكتشف عمل الشمس كسراج كفرن نووي ملتهب إلا حديثا أيضا لم يكتشف العلماء أسرار البرزخ المائي يعني حديث القرآن عن البرزخ حديث سابق لعصره فهذا البرزخ الموجود بين الماء العذب والماء المالح بين النهر العذب والبحر المالح أو بين بحرين بحر مالح وبحر عذب يعني حديث معجز أيها الأحبة إعجاز علمي حديث القرآن عن علم المياه والماء الطهور وإرسال الرياح وأنها سبب في المطر في نزول الماء لم يكن أحد يدرك أن الرياح لو لا الرياح لم ينزل المطر لم تتشكل الغيوم أصلا لأن جزيئات بخار الماء المتبخرة من البحار تحتاج إلى رياح لتدفعها لتصعد إلى الأعلى هناك دور للرياح وللجبال مهم جدا في تشكل السحاب القرآن ذكر هذه الآيات ذكر أيضا مد الظل وأنه دليل على حركة الأرض حول الشمس آيات أخرى مثل خلق الإنسان من الماء وثبت أن جسم الإنسان أكثر من ثلثيه عبارة عن ماء حديث عن إحياء الأرض الميتة وقد ثبت علميا أن هناك مناطق كما قال تعالى لنحيي به بلدة ميتا ثبت أن هناك مناطق ماتت تماما من الأرض قبل ملايين السنين ثم يعني بعثها الله أو أحياها الله سبحانه وتعالى والغريب أن هذا النص الذي توجد في وسطه هذه الآية لا يوجد فيه مثلا تشريع أو أحكام فقهية تتعلق بالعبادات أو بالأخلاق أو بكذا نص مليء بآيات الإعجاز العلمي ماذا يعني ذلك أيها الهدفة؟ ماذا يعني أننا عندما نرى أن آية تتحدث عن الجهاد الكبير جاءت وسط هذه الآيات كأن الله يريد أن يقول لك إذا كنت الآن في مرحلة ضعف المسلمين كما كان المسلمون الأوائل ضعفاء في بداية المرحلة بداية الدعوة عندما نزلت عليهم هذه الآية فالله عز وجل فتح لك بابا من أكبر أنواع الجهاد وهو الجهاد بالقرآن الكريم وهو بالفعل من أكبر أنواع الجهاد وسوف نعدد الأسباب بعد قليل إذن أيها الأحبة أمريكا اليوم على ماذا قامت قوتها؟ على العلم وليس على قوة العضلات وليس على التعداد العلم فقط هناك دول فيها أعداد أكبر من أمريكا أعداد من السكان ولكن مثلا في أفريقيا في الهند ولكن أضعف علميا فالقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والسياسية لها علاقة بالعلم كلما تطور المستوى التكنولوجي والعلمي يتطور معه مستوى القوة والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا يعني أن نمرن عضلاتنا على القتال لا من قوة أي من أسباب هذه القوة والعلم هو أحد أعمدة أسباب القوة من دون علم لا تستطيع أن تمتلك أي قوة أيها الأحبة والجهاد الكبير هو جهاد بالعلم لذلك سماهوا القرآن كبيرا لحظتم العلاقة أيها الأحبة يعني دعونا نعدد لماذا نقول أن الجهاد الكبير هو الجهاد بعلوم القرآن أو بإعجاز القرآن لأن القرآن الكريم إذا خاطبنا الملحدين بلغة القواعد اللغوية وبلغة التفسير ولغة البيان الموجود فيه لا يفقهون وبخاصة إذا كان ملحد لا يفقه اللغة العربية أصلا ما هو أفضل طريقة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام من خلال هذا القرآن الطريقة المثالية هي كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق سوف يرون آيات الله في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق ما علاقة هذا القرآن بالكون آيات الكون أو الآيات الكونية الموجودة في هذا القرآن ستكون وسيلة والسلاح أقوى من أي سلاح آخر لإقناع المشككين والملحدين والعلمانيين وغير المسلمين بشكل عام لإقناعهم أن هذا القرآن كلام الله وطبعا نحن لا نريد من أحد أن يقتنع بالقوة أو نقنعه أن الإسلام حق هذا أمر شخصي أيها الأحبة موضوع الإقتناع والهداية هذا أمر بيد الله نحن علينا أن نبين حقيقة هذا الدين بكل محبة وتسامح وبحيث أننا نحب الخير لمن يخالفنا هذا هو المنهج الحقيقي للقرآن صدقوني إذا قرأتم القرآن بتجرد بعيدا عن الأفكار التي تأتي من هنا وهناك اقرأ القرآن كلغة عربية تجد نفسك أمام كتاب بسيط جدا متسامح جدا يعني يذكر كلام أعدائه القرآن يذكر الكلام المشككين كلام الذين قالوا عن الله إنه فقير والعياذ بالله يذكر كلام الذين قالوا إن هذا القرآن هو كلام بشر يذكر يعني لا يوجد كتاب يعني هذا يدل على تسامح القرآن مع مخالفين فهذا صفة التسامح الموجودة في القرآن ينبغي أن تنعكس علينا نحن من ندعي أننا أتباع هذا القرآن إذن أيها الأحبة الجهاد الكبير بالعلم يعتبر كبيرا لماذا؟ لأنه أوسع بكثير من جهاد السيف فأنت تستطيع أن تجاهد بعلوم القرآن في أي وقت مفتوح الجهاد بالسيف ليس مفتوحا وليس متاحا أصلا اليوم وحتى في زمن النبي ليس متاحا في كل لحظة فقط هو في فترة حدوث معركة والجهاد حتى جهاد السيف ليس فيه اعتداء على الآخرين كما يتوهم البعض لدينا آية في القرآن تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم آية فيها مجموعة أركان أيها الأحبة تقاتل من يقاتلك لا تعتدي على أحد الاعتداء ممنوع في الإسلام إنسان آمن لا يجوز لك أن تعتدي عليه إذا حدثت أخطاء عبر التاريخ الإسلامي فالإسلام غير مسؤول عنها لأنها تخالف هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي أن هناك معركة جهاد السيف فقط يقتصر على فترة أو زمن أو مكان حدوث هذه المعركة فقط وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إياك أن تعتدي ولو بكلمة الكلمة ممنوعة على فكرة أنت حتى في الحرب ممنوعة تعتدي على شخص ولو كان مشرك أو كافر أن تعتدي عليه بكلمة كما يقاتلك تقاتلوا وهذا حق مشروع لكل الشرائع وكل الشعوب تحدث بينها معارك الإسلام منع الاعتداء تماما إذن الجهاد العادي بالسيف له مكان محدد زمن محدد منطقة محددة بينما الجهاد بالعلم مفتوح في الليل في النهار 24 ساعة تستطيع أن تدعو الله أنا أستطيع أن أنشر حقائق وعلوم القرآن ليلا نهارا في أي مكان في أي بلد في أي منطقة ولكل البشر وبخاصة الآن نحن في عصر الإنترنت أنت تستطيع أن تخاطب العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فلذلك جهاد العلم أكبر بكثير من جهاد السيف لذلك سماه الله الجهاد الكبير طبعا أيها الأحبة لو جئنا لقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نجد أن هذه الآية تنظم لنا أمور القتال والأمور العسكرية وهناك عدد قليل من الآيات التي تتحدث عن القتال وتنظيم شؤون القتال عدد قليل عدد آيات الإعجاز العلمي تقريبا أكثر من ألف أو ألف وخمسمائة آية تتحدث عن العلم الكون الفلك البحار الجبال السحاب أكثر من ألف أو ألف وخمسمائة آية يمكن أن تحصيها تتحدث عن العلوم آيات القتال قليلة جدا لا تتجاوز عشرات الآيات تصوروا أيها الأحبة إذن الإعجاز العلمي والجهاد بالإعجاز العلمي أكبر لذلك سماه الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا لم يقل بالحقائق الكونية ترك المجال مفتوح قال به بالقرآن لأن القرآن يحوي كل شيء تستطيع أن تجاهد بالقرآن قد تظهر معجزة رقمية مثلا في القرآن في عصر التكنولوجيا الرقمية الذين عيشوا اليوم عليك أن تجاهد بهذا الإعجاز الرقمي يمكن أن يظهر في المستقبل إعجاز نفسي يتعلق بعلم النفس عليك أن تجاهد بهذا الإعجاز النفسي قد تظهر معجزات أخرى في المستقبل تتعلق مثلا بالفيزياء النووية موجودة في القرآن عليك أن تستنبط وتتعلم هذه الحقائق العلمية وتوصلها إلى غيرك وهذا يعتبر باب من أبواب الجهاد الكبير الشيء الثاني أيها الأحبة الجهاد بالعلم لماذا هو كبير لأنه دقق معي يشمل المال تستطيع أن تساهم في نشر هذا الإعجاز أنت قد لا يكون لديك قدرة أن توصل هذا العلم بنفسك تستطيع أن تساهم بنشره من خلال المال مثلا هذا أحد الأوجه من خلال النفس أن تسهر من خلال الوقت التفكير سهر الليالي بذل جهود كبيرة في تحصيل العلم لإقناع الملحدين تستطيع أن تتعلم الحقائق الموجودة في القرآن الكريم لترد بها على الملحدين مثلا عملية صعبة جدا أصعب بمليون مرة من تعلم فنون القتال لاحظتم أيها الأحبة فأنا قلت وأقول دائما إقناع ملحد واحد أصعب بألف مرة من أن تقتله يستطيع أي واحد أن يذهب ويقتل مثلا سهل ولكن هل تستطيع أن تقنع هذا الملحد والإسلام جاء لهذا الهدف لم يأتي ليقتل الناس أو يتخلص منهم لا تظنوا ذلك أيها الأحبة جهاد السيف هو وسيلة تنفيذية فقط في مجال محدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة 23 سنة دعوة إلى الله لو حسبنا عدد الأيام التي قضاها في الجهاد صدقوني ستكون يعني قليلة جدا 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 لا تتجاوز يعني واحد بالمئة 99% قضاها في العلم دقيقوا معي أحسب المعارك كم معاركة خاضها نبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلنا 20 أو 30 مثلا والمعاركة كم طولها لا يوجد معارك طويلة في الإسلام على فكرة لا توجد معارك تمتد لسنوات كلها كانت معارك خاطفة لأن الهدف محدد الاعتداء على الآخرين ممنوع الهدف هو لا إله إلا الله ويجب أن يكون هناك من يعتدي عليك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يجب أن يكون لا تذهب أنت وتقاتله هكذا من دون أي سبب هذا الأمر لو حسبناه في حياة النبي لا يشكل واحد بالمئة من حياته عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة طبعا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى معظم حياته مجاهدا بالعلم لذلك أول ما نزل عليه الجهاد الكبير طبعا أيها الأحبة الإسلام جاء لإحياء النفوس لم يأتي ليميت هذه النفوس يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يخرجكم من الظلمات إلى النور الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما الله يريد ظلما بالعباد جاء ليسعد الناس ليمنحهم الحياة المطمئنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جاء الإسلام لمصلحتك أيها الإنسان يضمن لك هذا الهدوء النفسي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جاء ليمنحك كمية من السعادة والطمئن جاء ليذهب عنك الخوف والحزن آيات الحزن في القرآن كلها قبلها لا 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 تحزن لا تحزني دائما في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزن عليهم ألا تحزني كلها قبلها لا ماذا يدل يدل على أن المؤمن لا يحزن لم يأتي هذا الدين ليحزننا لا يوجد اكتئاب في الإسلام لا يوجد يأس نبي الله يعقوب عليه السلام ماذا قال لبني يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اعتبر أن اليأس هو كفر نحن في الإسلام أيها الأحبة لدينا اليأس كفر القنوط من رحمة الله كفر إذن هذا الدين جاء لإسعادك أيها الإنسان وبالتالي فإن هذه المعاني التي نكتشفها نحن اليوم أيها الأحبة والتي تتعلق بالجهاد الكبير كما قلنا عددنا أسبابا أن هذا الجهاد هو الجهاد العلم بالفعل وهو الجهاد المتاح في عصرنا هذا وهناك أسباب أخرى سنتأملها إن شاء الله في اللقاء القادم نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر